ما نكتشف غدا أنه لا بد من مساعدة أنا أعتقد أنه في المفاوضات المستقبلية بين إيران والغرب إذا كان الموضوع النووي الإيراني سيطرح على طاولة مفاوضات فهو الموضوع الأخير واليوم جليلي أمين عام مجلس الأمن القوم الإيراني أشار برسالته إلى الاتحاد الأوروبي بشكل واضح أنه ليست المشكلة بيننا حاليا تقتصر على المسألة النووية هناك ملفات عديدة بحاجة إلى بحث متبادل من قبل جانبان كما كنا نقول في بداية الحلقة أهمية ما أنجزته إيران اليوم هذا الإنجاز بمثابة إعلان أن إيران أثبتت أنها تستطيع أن تستغني بالكامل عن أي مساعدة خارجية في المسألة النووية حتى الرئيس أحمد النجاد كان واضحا اليوم في الكلام هو قال منذ سنة طلبنا من الغربيين أن يوفروا لنا يعني يورانيوم مخصب بنسبة 20% عندما بدأوا يطرحون شروطا تعجيزية انكفانا إلى الداخل واعتمدنا على ذواتنا وبالتالي أنجزنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% أنا أعتقد أن ما حصل اليوم استاذ فؤاد يعني ربما هناك مسار تدرجي في البداية إيران كانوا يمنعون عنها تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.9% لأمور بحثية صحيح عندما خصبت منعوا عنها أمور صناعية بنسبة 3.9% بعد ذلك انتقلت إلى اليورانيوم بنسبة 5% اليوم وصلت لأمور بحثية بنسبة 20% عادة عندما تنجز إيران شيئا ما هذا الأمر يصبح خارج التفاوض وخارج التداول يعني ما حصل اليوم خارج التفاوض بلاك حتى وانستوى من الآن فصاعدا لن يكون يعني إيران قطعت شوط حتى نهاية فقط حتى نذكر أنهم ردوا على رسالة أشتون يعني ردوا على رسالة المجموعة الأوروبية الخمسة زائد واحد من حيث العودة إلى طاولة المفاوضات أنت تعتقد ما حصل اليوم ليس بالضرورة أن يكون مطروحا على طاولة التفاوض إذا ما حصل هذا اللقاء خلاص لأنه مشروط حتى مسألة الرسالة كانت مشروطة بمدى إيجابية هذه الدول بالتعاطي مع البرنامج يعني المسألة النووية الإيرانية ببعدها المدني إذا صح التعبير أصبحت خارج التفاوض نهائيا هذا لا يعني أنه إيران لديها نية للانتقال إلى المسألة العسكرية ولكن العقل الغربي من الآن فصاعدا أنا أعتقد أنه سيبدأ بالترويج من خلال حملة دعائية وإعلانية لاتهام إيران مباشرة بأنها بصدد امتلاك قنبلة نووية بمعنى أنه الخطاب الغربي سوف يركز من الآن فصاعدا ليس على مشروع إيران النووي في المجال المدني بل من خلال اتهامات موجهة لإيران بأنها بصدد امتلاك قنبلة نووية رئيس حتى نذكر يعني هو الذي قال أن أعداء إيران كما سمهم سيبدأون بالتفكير خلال أشهر مقبل بطريقة التعاطي أو التعامل مع برنامجه النووي انطلاقا مما حصل هذا اليوم اسمح لي أعود والمستوى التقني إلى تهران والبروفيسور روشان فيكر راد نعود إليك بروفيسور أعود إليك ونعود أيضا إلى ما يتعلق بهذا الحدث الذي حصل اليوم على المستوى العلمي مفاعل تهران ينتج نظائر مشعة كما ذكر لاستخدامها في أغراض طبية وفي الزراعة يعني ما الأغراض الأخرى التي يمكن الاستفادة منها أن تنوع الصفائح والنظائر المشعة الطبية خاصة في المجال الصناعي وكذلك في المجال الخدمية في استخدام أشعة الليزر فأن هذا التنوع هو واسع جدا من ناحية العلمية وهو يشكل القاعدة الأساسية وكبنية تحتية لانطلاق النهضة العلمية لأي بلد وهذا سوف يأتي بالمزيد من الإنجازات والخير للشعب الإيراني وكل البشر وهذا كان هو الهدف المرسوم منذ البداية لبرنامجنا النووي حتى نستطيع أن نستخدمها في الجانب مكافحة الآفات وفي مجال الزراعة وكذلك في المجالات الصناعية والتي سوف تدخل الكثير من التطور في البناء التحتية للصناعة والتي سوف تدخل الكثير من التطور في الجانب مكافحة الآفات أن تصدر هذه النظائر الحمد لله كما ذكر فخامة الرئيس أحمد النجاد وسيد فريدون عباسي فأن البنية التحتية للطاقة والتقنية النووية للجونة الإسلامية الإيرانية صممت من الأول على أساس إمكان نقل هذه التجارب إلى البلدان الإسلامية بالدرجلة وكل البلدان وهذه رسالة وقيم الجونة الإسلامية الإيرانية في نشر العلم بين البشر ومن النماذج الذي اتبعناه هو أن تنتقل عمليات التصنيع من التصميم إلى التنفيذ ومن التنفيذ إلى الرقابة والاختبار ذلك فإننا قمنا بإنجاز هذه الأمور بشكل كامل ونحن نمتلك تقنية كبيرة في هذا المجال وبإمكاننا تدريب الطاقات وأنا كنت ضليعا في هذا وكنت مسؤولا عندما كنت في ألمانيا وكنا نرسل مهندسين وخصائيان إلى ألمانيا كانوا ينتقدوننا بأن هؤلاء هم مهندسون إلكترونيون يجب أن يتعلموا التقنية النووية منذ البداية وقد أدخلنا هذه التغييرات ولحظناها منذ البداية وبرنامجنا النووي الآن مرتفع سأعود إليك خصوصا فيما يتعلق بالقضاء على فيروس ستاكس نت وهو بحاجة طبعا لتفسير علمي لكن أعوذي إلى ستوديو حتى أطرح سؤالا يتعلق بمنشأة فوردو وهي مهمة على الدكتور فياد وأيضا تابعناها معه دكتور فياد منشأة فوردو المخصصة لتقصيب لورانيوم أعلن أيضا أنه سيبدأ العمل بكامل طاقتها خلال الأيام القليلة المقبلة وطبعا هذه المنشأة كانت موضع انتقاط كمعلوم من جانب الدول الغربية باعتبارها موجودة في منطقة تحت الأرض وكأنها محاطة بالسرية هل تعتقد أيضا عودة أو استئناف العمل في هذه المنشأة خلال الأيام المقبلة يشكل حدثا بالنسبة للمنشأة وطبعا أهميتها على مستوى التقصيد يعني يبدو أن إيران تريد أن تذهب بالمسألة النووية دفعة واحدة وبدون أي تحفظ كل إمكانيات إيران النووية المتاحة لديها حاليا في المجال السلمي هي تريد أن تمضي بها إلى الأمام مستغلة على ما يبدو إما حالة العجز الغربي في التعامل مع المسألة النووية الإيرانية وإما ذهاب الغرب بالتصعيد إلى الحد الأقصى يعني الغرب إما أنه عاجز ما قدر يعمل شيء مع إيران وإما أنه استنفذ كل أوراقه على المستوى التصعيد يعني عندما يفرض الغربيون عقوبات على إيران نفطية ومالية على خلفية المسألة النووية بعيدا عن منطق الحوار الذي تدعو إليه إيران يعني على الدوام وبشكل مستمر هذا يعني أنه من حق إيران عند إذن أنه بعض التحفظ الذي كانت تبديل حول بعض نشاطاتها النووية من حق إيران أن تضرب بعرض الحائط كل يعني الصبر والطول البال إذا بدك باللبنان الذي كانت تمارسه مع الآخر ما نشهده حاليا في إيران أنا لا أسميه ثورة نووية إنما ثورة نووية بالفاء بمعنى أن الإيرانيين يريدون أن يستغلوا كل إمكانياتهم بعيدا عن الخطوط الحمر وسلاح التهويل واللجوء إلى خيارات تصعيدية ضد إيران أعوذي إلى طهران وفيما يتعلق بالفيروس ستاكس نت أعوذي لبروفيسور روشان فيكر راد بروفيسور المهندسون الإيرانيون تفوقوا في السيطرة على فيروس ستاكس نت طبعا المشاهد لا يعرف ما هو هذا الفيروس لكن نريد أن نلقي ضوء على أهميته ألغوا تأثيره على الإنتاج النووي وعلى معدات التخصيب وهم استطاعوا ذلك منذ عام 2009 الكشف عن هذا الأمر اليوم ماذا يعني فيما يتعلق من استخدام التقنية الإلكترونية في المشاهات النووية كانت محفوفة بمثل هذه المخاطر وخاصة فيما يتعلق بالتلوث الفيروسي وهذا كان متوقعا في الأجهزة الذاتية والإلكترونية وحتى في الأمور العادية في الأنظمة المصرفية فأنتم تعلمون بأنها مهددة حاسوباتها مهددة بمثل هذه المخاطر وأن القراصنا الإلكترونيين هم مساعدون دائما لاختحام هذه الأنظمة والنهبها والإخلال في داخلها وكما ثبت وقد أعنا الغرب أن هذا الفيروس فيروس ستاكس نيت اتدخل ولوث أنظمة الإدارة في منشآت وأنا أتذكر بأنه في المجال الإختبار قبل على كل حال سأتامى معك بروفيسور ومع ضيفنا في الستوديو بعد التوقف عن دفاصل قصير اشتركوا في القناة نعود إليكم لمتابعة هذه الحلقة من مع الحدث إيران والإنجازات النووية الجديدة عنوان هذه الحلقة أذكر بضيفي الحلقة في الستوديو الدكتور حبيب فياض الخبير في الشؤون الإيرانية من طهران البروفيسور أحمد روشن في كراد خبير في شؤون الطاقة الذرية أعود إليك دكتور حبيب يعني عودة أيضا إلى ما شكلوا هذا الحدث بالنسبة ليس فقط للإيرانيين وهم أصلا في هذا التوجه لكن على المستوى الغربي هناك من قال أن ما حصل اليوم يعني أثبت أولا على قدرة الإيرانيين في المجال العلمي وفي الوقت الذاتي خالف كل التوقعات التي كان يتم تداولها في الغرب من أن هذه المسألة قد لا تستطيع إيران أن تقبل عليها وهذا الكلام قالته مصادر روسية ماذا شكل هذا الحدث برأيك عندما تعاكس كل التوقعات الغربية يعني هذا الحدث في أحد جوانبه هو بما ثابت أعلان عن تحول إيران إلى دولة إقليمية عظمة يعني شئنا أم أبين إيران دخلت ضمن النادي النووي الدولي حتى لو لم يكن يعني حتى رغم أنه ليس لدى إيران نية لامتلاك القنبلة النووية إلا أن قدرة إيران على إنتاج الطاقة النووية في المجال السلمي هذا يعني أن إيران اتخذت وشغلت موقعية مميزة على مستوى المنطقة لأنه إذا أردنا أن نقارن الدول الأخرى التي هي بحجم إيران أو بمستوى إيران يعني سواء المجموعة العربية أو تركية أو حتى مصر أو حتى بعض الأطراف الأخرى يعني في آسيا الوسطى والتي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي كل هذه الدول ليس فقط أنها لم تتجرأ على مخالفة الإيرادة الغربية في امتلاك طاقة نووية سلمية إنما أيضا لناحية القدرة على إنتاج هذه الطاقة هناك تشكيكات في قدرة هذه الدول في هذا المجال المسألة يعني بشكل مختصر جدا أولا إيران تعاملت مع المجتمع الغربي على أساس الندية ثانيا إيران أظهرت ما لديها من إبداعات علمية وكفاءات محلية في مجال الطاقة النووية ثالثا والأهم يعني من الأمر الأول والثاني أنه إيران ستفتح الباب أمام أن يكون هناك دول أخرى ليس بوسعها إلا أن تحذو حذو إيران في المسألة النووية السلمية وتحديدا تركية وأنا هنا أنظر إلى الموقف التركي الإيجابي من الملف الإيراني النووي وسعي التركية يعني للوساطة بين إيران والغرب لننتظر المرحلة المقبلة فيما يتعلق بموضوع المفاوضات على الأقل بدأ توصل إلى ما وصلت إليه إيران إيران تتعامل